الفقراء البصطاء من اجل انهم يبيعون شيئا من البقدونس والبندورا والفواكه على بصاتهم او على عرضاتهم من اجل قوت عيارهم فتنزل اليهم دوريات البلدية وكعننا في تل ابيب يضربون ويخربون ويكسرون على رؤوس الفقراء فقط يا قائد الوطن والاغنياء الذين يتاجروا بالمخدرات هناك من يحميهم والمافيات المنظمة التي تسلق المليارات هناك من يحميهم يسكت عنهم يا قائد الوطن بصة يباع عليها سيديات دعارة وحبوب مخدرة تترك وبصة يباع عليها بقدونس وبندورا من اجل قوت صغار تكسر على رأس صاحبها وتداس بالاخدام يا قائد الوطن المطرفون والمسؤولون يرفعوا ابنية وعقارات وكثور لا يقال لهم لما ولا يطبق عليهم قانون الهدم وفقير يبني غرفة من اجل ان يأوي صغاره تهدم فوق رأسه يا قائد الوطن يا قائد الوطن من يقول كلمة الصدق وكلمة الحق تصل اليك اوراقح وهو المخرب وهو الذي يريد ان يعيث فساده ومن ينافق ويدجل ويسكت عن الاخطاء ويرضى بدمار البلد من الداخل فهذا توزى عليه اوسمة الوطنية بغير حساب يا قائد الوطن اقف وقفتي ولا ادري اقف بعدها ام لا ولكن اقول لك ان بلدك وثقت بك وان شعبك بايعك بصدق ويحتاج منك وقفة عمرية ويحتاج منك صدقا وانصافا وتجردا للشعب المسكين الذي ما زال يتأوه سنين طوال يا قائد الوطن اعلامنا اعلام مقاوم وليس مستوى اعلامنا مستوى اعلام المقاوم انه اعلام هزيل هزيل مساحة الجدية فيه ضائلة وانما ينضي ساعاتنا بالعبث واللا مبالات والامور التي لا تقدم ولا تؤخر يا قائد الوطن كل فرد في بلدك كل مواطن رجل وامرأة احبك احبك بصدق لانه رأى فيك عدلا ورأى فيك املا ورأى فيك حقا ولكن ما زال هؤلاء يعانون وما زالوا ما زالوا يشكون وما زالوا يتأوهون وانا اعلم بان موجة اصلاحك قادمة فعجل بها يا قائد عجل بها وشعبك ينتظرك يقولك بالروح بالدم ليس كلام ولا شعارات ولكن سيبذل روحه ودمه في احرج الاوقات واصعب اللحظات انه لك فكن لحه ان شعبك معك فكن معه يا قائد الوطن هذه شكوى ابو الثهاء وانا الامن في سربي المعافى في بدني عندي قوت يومي لا اعاني اي شيء ولا اشك من اي شيء ولكنها لابد ان تقال باسم كل مواطن لا يستطيع ان يقول وباسم كل فرد يعجز عن ان يوصل مظومته وكم وقف بين ادي مئات مئات تذرف دموع الظلم من اعينهم فتحرق كبدي لما يقع عليهم من بعض الفاسدين والمرتشين والمخربين يا قائد الوطن ما يعناك ونحن على البيع وننتظر منك وعودك واول ما ننتظر سيف الاصلاح يبطر اوسى من تبقى من الفاسدين اقول قولي واستمر اوسطورية الجزائر العاصلة لكن تكون مدينة جديدة تكون قطب تاتمية تكون مفترة لحياة الجد وهابت كذلك جا للنادي و لجاء لي في اجاب منذ فى أسواك وعال凌نا وكما تمنيت قال لا اقول بالتم كيلما وصيتك يا ربي اشتركوا في القناة